تحضير الدرس الفكرة الأساسية بالمدول المي شوفوا راحظه مكتوبين إذا كان عندي طول X مضروب بX بطلع X كاري الألان لو عندي واحد وطول X بطلع الألان X وحدة إذا عندي واحد بواحد بطلع واحد يعني كمثال هون شوفوا إيش كاتبين أخذين X مضروبة ب3X أي 3X طالع معهم X كاري وX كاري وX كاري يعني 3X كاري هون عندي أخذين 2X ضرب 2X 2X أحضر بطلع لي واحد 2, 3, 4 مرات X كاري طبعا من دون رسمة نحن بنعرف إنه 2X ضرب 2X هي 4X كاري مو ما هي معروفة بس الرسمة بتساعدني أكتر أحيانا المثال بعده عندي 2X و3X ضربهم ببعض والله كاتبي لي هن 2X هي 3X إذا ضربهم ببعض أنا بعرف إنه بطلعي 6X كاري هن فعليا وين هن هاي 1, 2, 3, 4, 5, 6 اللي تحته مثلا عندي هون 3X أو 3X ودكاي 3X يعني 3X ضرب 3X ما أنا بعرف إنه بطلعي 9X كاري لأنه 3 ضرب 3 9 وX ضرب X X كاري ولكن إذا بتعدوا هدول الموجودين رح يطلع نفس الجواب فكون أسهل فعليا مثال تاني هون عندي X مع واحدين يعني X زائد 2 ما أحد يقل لي X مع 2 بطلعه 3X X ما بتنجمع مع الاتنين واحد واحد وواحدين يعني 2 X لوحدة X وهون عندي X معتها X مضروبة بX زائد 2 أو الله بطلعلي أنا إذا دروح أدخله على القرص X ضرب X X كاري X ضرب 2 2X ولكن أنا ألاقيهم الرسم عده كم X كاري في وحدة في عندي كم X تنتين أي تنتين X المثال 6 عندي X زائد 1 فوق ما بنجمعه مع بعض مرة تاني ها وX هون على اليسار ضربا ببعض أي X ضرب X زائد 1 والله أنا إذا ضربا ضرب عاري بقول X ضرب X X كاري X ضرب 1 X وحدة ولكن أفضل اللي أروح أعدل الموجودين هون هنا X كاري زائد X خلاص هذول هنا مرة تانية تحت عندي هون X عندي هون X زائد 1 2 3 في 3 وحدات يعني مجموعهم 3 مع أنت X مضروبة بX زائد 3 ولكن في عندي X كاري وحدة أي X كاري زائد 3X أي مكتوبين عندي 3X جاهزات سؤال 8 عندي فوق تنتين X X وX بنجمعه تنتين X على اليسار X زائد 1 هذا الطول معتها راح أضرب 2X ضرب X زائد 1 والله شو بطلع لي طلع لي X مربع تنتين أي تنتين X كاري وتنتين X هو كاتب لي أصلا تنتين X سؤال 9 عندي X وX تنتين X X زائد 1 زائد X اللي بشبهه بعض هنه تنتين X زائد 1 ما بتشبههم هاي ما بجمعه معهم ما بتزبط مع أنت أصلاح عندي 2X ضرب 2X زائد 1 يعني شو يساوي وإذا عندي X كاري وحدة تنتين 3 4 عندي 4X كاري وكم X تنتين هاي كاتبين 2X نسال كمان سؤال 10 عندي فوق 1 2 3 3X وعندي 1 وX و1 بطلعوا X زائد 2 لأنه بنجمع الواحد مع الواحد بينما X بضل وحده صار عندي 3X مضروبة بX زائد 2 هاي X زائد 2 وهاي 3X X كاري 1 2 3 كتبوا لي 3X كاري كم X عندي 1 2 3 4 5 6 معتها زائد 6 X وطبعا مرة تانية إذا بتروحوا بتفكوا الأقواص بطلعوا معكم الجواب أكيد صحيح يعني نفس الشي كأنه مثل ما كنا نشتغل من قبل مثلا هون عندي عطرف X زائد 1 هاي X مع الواحد فوق عندي X مع 1 1 يعني 2 معتها تضرب X زائد 1 X زائد 2 تذكروا هات كان شغل طويل X بX X ب2 1 1 1 1 2 هاي X زائد 1 هاي X زائد 1 كم X كاري كم X كاري كم X عندي 1 2 3 4 4 X كم واحد عندي 3 كتبوا لي 3 1 1 1 1 بالمساء كم X كم X كاري عندي وحدة كاتب لي ها هو أصلا كم X 1 2 3 4 5 5 X كم واحد والله في عندي ستة وحدة جوا يعني زائد ستة نسال كمان اكس زائد أربعة أربعة وحدات عندي وعندي تحت اكس زائد واحد اكس زائد أربعة ضرب اكس زائد واحد كم اكس كاري عندي وحدة كم اكس عندي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة هذه خمسة اكس كم واحد عندي والله أربعة وحدات يعي الجواب أربعة معنا سؤال خمسة عشر مثلا رعزوا عندي فوق X زائد ثلاثة تحت عندي X وحدة وعندي كمان ثلاثة رعزوا واحد واثنين ثلاثة معتها هو X زائد ثلاثة ضرب X زائد ثلاثة في عندي X كارية وحدة في عندي X ثلاثة خمسة وحدة صاروا ستة X والواحدات إذا بتعدوهم ثلاثة ستة تسعة يعني زائد تسعة مثال اللي جنبه لحظوا عندي فوق إذا تعدهم واحد اتنين ثلاثة في ثلاثة لوحدهم وعندي تنتين X هون عندي X وحدة زائد اتنين طبعا اللي بكتب اتنين زائد X صح فوق اللي بحط اتنين X زائد ثلاثة صح بالأخير نفس الشيء ايه X زائد اتنين مضروبة بثلاثة زائد اتنين X كم X كارية؟ والله واحد اتنين أه كاتب لياها كم X عندي جوا؟ وحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة عندي ستة X كم واحد؟ واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كمان عندي ستة سهل عشرين فوق عندي X زائد X ثنتين X زائد اتنين تحت عندي ثنتين X زائد اتنين ايه ثنين X زائد اتنين ثنين X زائد اتنين منعدل X كارية واحد ثلاثة أربعة أربعة X كارية منعدل Xات واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية X والوحدات واحد اتنين ثلاثة اربعة يعني زائد اربعة معتل السؤال تسطعش نسينا اكس وحدة في النص ونرجع عليها ونأكد انه هون صاروا سبعة اكس وليسوا ستة اكس ننزع المثال واحد وعشرين عندي فوق اكس زائد ثلاثة تحت عندي اكس زائد واحد ونكتبهم مع بعض بتضرب من عد اكس كاريه وحدة عندي اكس ثلاثة اربعة اربعة اكس يعني واحد اتنين ثلاثة يعني ببللي ثلاثة لوحدة